بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلاب وظالبات صف الأول لعدادي الأزهدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع مادة تجويد القرآن الكريم وموضوع اليوم الإخفاء الحقيقي والإخفاء الحقيقي هو الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين طب تعريف الإخفاء الحقيقي إيه هو الإخفاء الحقيقي هو لغة السطر يقال اختفى الشيء إذا استطر واصطلاحا النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإضغام يبقى لا هو إظهار ولا هو إضغام لا نبدغم وهو حالة متوسطة بين الإظهار والإضغام طب يبقى أنا لا نبندق نون ولا نبدغم النون في الحرف اللي بعدها طيب أم ليه حنشوف إزاي عارن عن التجديد مع بقاء الغنى في الحرف الأول وإيه هو الحرف الأول هو النون الساكنة والتنوين طيب حروفه 15 حرفا المتبقية من الحروف الأبجدية بعدها حروف الإظهار الستة وحروف الإضغام الستة وحرف الإقلاب الوال هو الباء طيب فين حروفه موجودين في أوائل كريم هذا البيت صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سامى دم طيبا زد في توقا ضع ظالما أول حرف من كل كلمة فمعنا 15 كلمة كل كلمة نأخذه من الحرف الأول فيصبح عندنا حروف الإخفاء صف ذا ثانا كم جاد شخص قد سامى دم طيبا زد في توقا ضع ظالما يبقى الصاد والذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والضاء طيب معنى هذا البيت معناه صف أي صاحب صف صاحب الثناء معنى البيت صف أي صاحب الثناء بما استحقه من الصفات المحمودة كم جاد إنسان وتكرم على غيره قد سمى على قدره وارتفع شأنه بجوده وكرمه دم طيبا أي كن دائما طيب الأخلاق فاضلها زد في تقا أي في تقوى الله تعالى وهي امتثال أوامره واجتناب نواهي ضع ظالم أي حق للظالم ولا تعظمه لظلمه وعدم عدله ووضعه الشيء في غير محله وعدم إعطائه كل ذي حق حقه فإذا وقع حرف من هؤلاء الأحرف لهم حرف الإخفاء الخمسة عشر بعد النون الساكنة من كلمة أو من كلمتين أو بعد التنوين وقلنا أنه لا يكون إلا من كلمتين واجب الإخفاء ويسمى إخفاء حقيقيا طيب سمنا إخفاء حقيقي ليه؟ لتحقق ستر النون الساكنة والتنوين وعدم ظهورهما في النطق والقراءة قبل حروف الإخفاء يبقى أنا بعمل إيه؟ ما بروحش خالص لمخرج النون أبدا أنا بطلع من الحرف اللي هو قبل النون إلى مخرج الحرف اللي بعد النون مع بقاء غنة النون الساكنة الموجودة أو غنة النون الساكنة الموجودة في تنوين يبقى أنا مثلا عندما أقول منكم هنا طلعت من الميم على مخرج الكاف على طول مع إيه؟ مع نطق الغنة مع نطق إيه؟ الغنة يبقى نقول إيه؟ منكم منكم طيب مراتبه للإخفاء ثلاثة مراتب المرتبة الأولى وهي العليا المرتبة الأولى وهي العليا عند الطائي والدالي والتاء لقربهم مخرجا من النون الساكنة والتنوين المرتبة الثانية عند القاف والكاف لبعد مخرجهما من النون هذه هي المرتبة الدنيا لأن القاف والكاف مخرجهم بعيد من مخرج النون حيث أن القاف والكاف يخرجان من أقصى اللسان بعد مخرج الحلق طيب لكن الطائو والدال والتاء يخرجوا من طرف اللسان مع أصول الثناء العليا والنون تخرج من طرف اللسان مع ما يحازيها من لسة الأسنان العليا بعد مخرج اللام طيب طيب هنا بقى المرتبة الثالثة وهي الوسطى عند باقي الحروف لأنها لم تبعد ولم تقترب مخرجا من النون لا بالأمثلة ينصركم ينصركم طيب هنا النون جاء نون ساكنة جاء بعدها حرف الصاد وحكمها الإخفاء لوقوع الصاد بعدها والصاد من حروف الإخفاء أنصدوكم هنا النون ساكنة جاء بعدها حرف الصاد فيكون حكمها الإخفاء لوقوع الصاد بعدها ينصركم دي من كلمة أنصدوكم دي من كلمتين طيب أنا بعمل إيه بقى عشان أنضغ الإخفاء نطقا صحيحا بطلع في كلمة ينصركم بطلع من الياء إلى مخرج الصاد أهيئ فمي بعد الياء بعد نطق الياء أهيئ فمي للنطق بمخرج الصاد مع الغنى مع الغنى فأقول ينصركم طيب أنصدوكم أقول إيه أنصدوكم ريحا صرصرا ريحا صرصرا لينذرا لينذرا من ذا من ذا سرا عن ذلك مش من ثورا من ثورا من ثمره من ثمره ما أن سجاجا أن كالا أن كانا فأنقذكم هذه بعض الأمثلة يا ابناء وابنتي وكذا تنطقون الإخفاء نطقا صحيحا إن شاء الله أما الدليل من التحفة فيقول صاحب التحفة والرابع والرابع الإخفاء عند الفاضيلي من الحروف واجب للفاضيلي في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثانا كم جادا شخص قد ساما دم طيبا زد في تقاضع ظالما ثم نأتي أخيرا يا ابناء وابنتي إلى التمرينات سين واحد ما الإخفاء لغة واصطلاحا وما حروفه وما مراتبه طيب سين اثنين لماذا سمي إخفاء حقيقيا سين ثلاثة أذكر مثالا من كلمة وآخر من كلمتين ومثالا للتنوين على الإخفاء وأخيرا أبناء وبناتي أتمنى لكم التوفيق والنجاح والتفوق ولا تنسونا بدعوة بظهر الغيب وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته